بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا اهلا سهلا فيكم بحلقة جديدة من قناة الغيدر سبورت عيد مبارك عجميع المتابعين وكل عام انتم بأنف خير ان شاء الله بيكون عيد خير عالجميع يا رب معسكر ثاني للمنتخب بتاريخ 24 تموز من مدينة حلب طبعا المدرب نزار محروز صرح طبعا انه هو ما عام يتابع الدور السوري ولا عنده فكرة كاملة للاعبين او مستوى اللاعبين طبعا هاي الطريقة الوحيدة اللي ممكن المدرب يقيم اللاعبين فيها طبعا هي طريقة مصححة بشكل مية بالمية يا شباب بس اذا بدك تقيم لاعب او هي بدك تخوض في مباريات او تكون متابع لللاعب بفترة زمنية معينة بالدورة فترة معينة ممتدة لللاعبين وتقيم من خلال اللاعبين المباريات القوية بالمباريات الضعيفة تشوف مستوى اللاعبين بشكل تصاعدي بشكل تنازلي مستواه سابط اما خلال معسكر تدريبي من خلال تدريبات ما بتقدر تقيم مستوى اللاعبين لكن هاي الطريقة الوحيدة اللي قادر يتبع المدرب نزار محروس وبسبب ضيق الوقت ما في وقت كافي انك تشوف تغض مباريات او انك تشوف مستوى اللاعبين بس المفروض منه نحنا حاليا ما عمنا اي فرصة غير انه ندعم قرارات المدرب ونكون معه كل القرارات اللي بياخدها عم يشوف في المعسكر الداخل الثاني عم يتم استبعاد افضل حارس الدوري احمد مدني الموسم السابق عم يتم استبعاد لاعبين رح نتحرف على اللاعبين اللي عم يتم استبعادهم من المعسكر الثاني اللي رح يكون بحالات بالنسبة للحراسة عم يتم استبعاد خالد ابراهيم و احمد مدني الموسم السابق و بالنسبة لللاعبين طبعا قلب المعسكر الماضي انه كانوا اللاعبين عبارة عن دفاع وارتكاس فقط ما كان فيه لاعبين نجوم عم يتم استبعاد من اللاعبين عبدالله جنيات عبدالله الشامي يوسف محمد و محمد الخصي و زكريا حنان و خطاب مشلب خالد مبيض و عبدالقادر عدي و مازل عيس هذول اللاعبين هن اللي تم استبعادهم على المعسكر الثاني طبعا استبعاد عن العسكر الثاني مو معناته ابدا انه هن خارج تشكيله ممكن هذول اللاعبين انه مستواهم مو خرج انه يلعابوا بالمنتخب و ممكن كمان انه هذول اللاعبين عرف مستواهم بشكل تمام احبه يشارك لعبين اجداد بالمعسكر الجديد لشوف مستواهم بالنسبة للمعسكر الداخل اللي راح يكون بمدينة حلب ممتد من 24 تموز حتى 2 نقاب الاسماء اللي تم استدعى لهذا المعسكر بالنسبة للحراسة ابراهيم عالمي طه موسى عبداللاطيب فنعسان ويزن عربي هذول بالنسبة على مستوى الحراسة وبالنسبة لللاعبين عبدالرزاق محمد جهاد البععور سمد احمد انس بالحوس مؤيد الخولي عمر جنيات يوسف الحموي محمد صهيوني خالد كردغلي تعم الحاج محمد محمد العنز احمد رجب كامل حميشي زيد غرير مالك العلي عبدالملك عنيزان مصطفى الشيخ يوسف محمد كواية وقل الرفاعي مؤمن ناجي نصوح نقدر لي عبدالالله حفيان شهاد الحموي ياسين ساميه سامر خانكان وعلي بشمالي نشوف لاعبين اجداد بالدورة السورية عم يتم تواجدهم بهذا المعسكر عم يشوف المدرب عم يتخذ قرارات دائما عم يحاول فيه هو يشوف مصوى اللاعبين بصراحة المدرب عم يشتغل شغل حلو بس ضيق الوقت عم يأثر على القرارات صراحة بصراحة نحنا لازم ندعم المنتخب ولازم نحترم قرارات المدرب وبالنسبة للمحترفين بصراحة ما فيه شي رسمي حاليا ما فيه اي اخبار جيدة عن المحترفين كلها عم تكون اشاعات عن بابلو صباغ ومورة في التمثيل المنتخب وعبدالرحمن ويصرفة في التمثيل المنتخب كلها اشاعات عم تكون ما فيه شي رسمي حاليا تبقوا من دعمكم تبقوا بخير والصحة وسعادة السلام عليكم